موسيقى رئيسه الدولة سيد عبدالقادر بن صالح في خطاب للأمة يجدد دعوته لاختيار سبيل الحوار والتشاور لرسم معالم طريق المصار التوافقية ويدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أجال مقبولة في الجمعة السادسة عشرة المسيرات السلمية تتواصل في عدد من ولايات الوطن للمطالبة بمواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد عشية نهائي كأس الجزائر الأنظار تتجه صوب ملعب مصطفى تشكار في لقاء حاسم بين شباب بلوزداد وشبيبة بجايا تحية طيبة مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى تفاصيل الخامسة بداية جدد رئيس ودولة سيد عبدالقادر بن صالح في خطاب للأمة أمس دعوة كافة العطياف السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى اختيار سبيل الحوار والتشاور لرسم معالم طريق المصار التوافقية الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الأجالة دعيان إلى تغليب الحكمة ومصلحة الشعب دون تضيع الوقت من خلال توافق يفضي لتنظيم انتخابات رئاسية في جو تنفسي ونزيه أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على وطننا ومصيره أقول أدعوكم جميعا إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المصار التوافقي الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الأجال أقول أدعوهم لأن يناقشوا كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من تم إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الانقتراء الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجاب الوقت تمين لذا فإني أهيب بالجميع أن يتفاد تضييعه والانصراف إلى العمل الجاد الذي من شأنه المساعدة على التوصل إلى إيجاد صيغ الحلول التوافقية الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء تنافسية شفافة كما أكد رئيس الدولة سيد عبدالقادر بن صالح أن المرحلة الجديدة هي حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحجد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمين والتنظيمية والهيكلي للانتخابات الرئاسية مؤكدا أيضا على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في أجال مقبولة دون إضاءة للوقت كسبيل أنجع وأوحد سياسيا وأكثر عقلانية ديمقراطيا نتابع إن هذه المرحلة الجديدة هي حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة وحجد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات وكذا ميكانيزمات الرقابة والإشراف عليها ويبقى يقيني راسخا من أن رئيس الجمهوري المنتخب ديمقراطيا هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعي اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا من هنا أستمد قناعتي بأن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة دونما إضاعة للوقت هي السبيل الأنجا والأوحد سياسيا والأكثر عقلانية ديمقراطيا وفي الجمعة السادسة عشرة من المسيرات السلمية شهدت مختلف ولايات الوطن مسيرات سلمية رفع خلالها المواطنون الراية الوطنية ولافتات وشعرات تطالب بمواصلة الإصلاحات ومكافحة الفساد إلى جانب إذن نتطلع إلى إرساء دولة المؤسسات والعدل والقانونة اشتركوا في القناة 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 من انجاز بعض المشاريع الضرورية للبلدية كتهيئة مركز للحماية المدنية وإنجاز مرافق إدارية وتهيئة وترميم المدارس الابتدائية سفات البلدية بمملغ يقدر بسبع ملاير في مجال التنمية المحلية لبي سي دي حوالي تسع ملاير في مشاريع صندوق التضام الاجتماعي وحوالي ميزانية خاصة بالبلدية حوالي مليار والتي شهدت حقيقة قفزة نوعية في مشاريع التنموية ولكن لازلت هناك مطالب وإحتياجات بالنسبة للمواطن تتطلب مواصلتها كما تكفلت البلدية بإنجاز مشروع للإنالة العمومية وتهيئة أبار التصريف الصحي مع استكمال مقر البلدية وهي مشاريع ممولة ذاتيا من ميزانية البلدية في مجال الاستثمار المنتج وحدة صناعة أنبيب السقي الفلاحية بمختلف أنواعها وأحجامها بولاية الوادي مؤسسة مصغرة وبإمكانيات بسيطة تعتبر الموذجا ناجحا أسهم في تطوير قطاع الفلاحة بالمنطقة عبدالوهاب دحمني منذ أن أصبحت ولاية الوادي تحتل المراتب الأولى وطنيا في إنتاج مختلف المحاصيل الفلاحية ومع التساعش ساعة الأراضي المستسلحة زادت حاجة الفلاحين إلى معدات تطوير هذا القطاع وهو ما تعمل عليه هذه المؤسسة المصغرة لصناعة أنبيب السقي بكل أنواعها كان نقص كبير في أولاية الوادي من هذه المادة أرسأينا أن نصنعها في هذه الولاية نعاون بها الفلاحة نقص عليها التكاليف وندعم بها هذه الولاية تنتج هذه الوحدة يوميا ما يقارب الثلاثة ألاف متر من أنابيب السقي بكل أحجامها من أنابيب السقي بالتقطير إلى أنابيب الآبار وتعرف إقبالا كبيرا من قبل فلاحية المنطقة لاقتناء هذا المنتوج المحلي جايين لنا لوزين هذوين بإذن الله جايين بشنشروا تيوات نصحونا بها خلو نقبل جربين نوعية هايلة ما شاء الله الحمد لله أن كانت فاقة التوقعات تتعني من قدر الإنتاجية ومن التسويق لأن أولاية الوادي أولاية فلاحية بامتياز كان بعض المشاكل لصدفتنا في الطريق منها مشكل مثل الكهرباء ومشكل الأرض الاستثمارية على العقار الصناعي ويطمح صاحب هذه الوحدة المسغرة في صناعة أنابيب السقي الفلاحية إلى توسيع استثماره من خلال الحصول على عقار صناعية وهو ما ينتظره منذ سنوات في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنية إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان ووهران سبعة تجار مخادراتنا وضبطت ثمانية وستين كيلوغراما من الكيف المعالج وأربعمائة قرص مهلوس وثلاث سيارات سياحية فحين تم إحباط محاولات تهريب قرابة سبعة آلاف لتر من الوقود بكل من تبسا الطرف وسقراس من جهة أخرى أبقف عناصر الدرك الوطني بن عاما تسعة مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة أدانت الجزائر بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأربعاء الماضية عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش المصرية مجددة دعمها لهذا البلد ووقوفها إلى جانبه في هذه المحنة تأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تنحن إجلالا أمام أرواح ضحايا هذا العمل الشنيع الذي ينهك قداسة أو ينتهك قداسة النفس البشرية وحرمة العيدة مشددا على ضرورة التصدي لهذه الأفا قصد تجاوز التحاضيات الكبيرة التي تواجه دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات كما أدانت الجزائر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الاثنين الفارط عناصر من الجيش والأمن اللبنانية بمدينة طرابلوس شمال لبنان وأكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية تضامن جزائر ووقوفها إلى جانب جمهورية لبنان الشقيقة في التصدي لكل المحاولات التي تسعى لزعزعة أمنه واستقرارها وضرب وحدة شعبها مجددا في السياق ذاته موقف الجزائر الرافض للإرهاب بكل أشكاله ومظاهرها مهما كانت مبرراته ومسوغاته في شاني الفلسطيني أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق عقب قمع قوات الأحتلال الإسرائيلي اليوم في المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستطان لأهالي قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقية وفي قرية بلعين غرب رمالله أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق واحتلقت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون خلال قمع قوات الأحتلال لمسيرة لأهالي المناوئة للاستطان والجدار العنصرية أجرى اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالخرطوم مباحثات مع رئيس المجلس العسكرية الانتقالية وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وتأتي هذه المساعي بعد مقتل 61 شخصا خلال فضي اعتصام بالخرطومة ما أدى إلى تعطر المحادثات وإلغاء المجلس العسكرية لكل الاتفاقات التي توصل إليها مع المعارضة وفي السياق علق مجلس الأمن والسلم الإفريقي أمس عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد حتى تشكيل مجلس انتقالية يقوده مدنيون في برجك أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن إجراء تعديلات جديدة على قانون تأشيلات الخاصة بدول منطقة شنغان وذلك بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين والقدرة على التصدي لتحضيات الهجرة غير الشرعية وإن هذه التعديلات اقتلحات لأول مرة عام 2018 مضيفا قد تدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2020 لو تمت المصادقة عليها بشكل نهائي الشهر المقبل يشار لأنه من بين التعديلات التي تم التصديق عليها السماح بتقديم طلبات التأشيلة لمدة تصل إلى 6 أشهر وفي موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوما قبل الرحلة ونختم النشرة بمنارة من منارات الهدى مسجد زاوية الولي الصالح سيدي الحاج محمد بن بخوس أول مسجد ينحط تحت الأرض بولاية البيضة فرنزية إلى وجوب عبادة الله وتدبر في آيات الرجوع إلى باطن الأرض في خطوة إلى الحياة الأبدية محمد بخداء أماكن العبادة عند المتصوفة تشكل النواة التي يدور حولها الوجود ومنها جاء هذا المسجد بالبيض الذي نحيت تحت الأرض ليذكر المؤمنين بصورة عملية بقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى كأن الشيخ يقول للزائر مهما طالت حياتك يا عبد الله فلابد من يوم يعني من الأيام أن تعود إلى باطن الأرض المسجد يتواجد لحد ساعة بزاوية الولي الصالح العرب الله سيد الحاج محمد بن بحوص الذي ينحدر من سلالة خليفة المسلمين الأول الولي الصالح سيد الحاج محمد ليكون في علم الجميع يعني شيخه سيد طيب بن حرمة ابن الشيخ بعمامة فهو لما يعني كان على درب الشيخ بعمامة وكان على نهج أبيه وجده الولي الصالح سيد عبد القادر بن محمد المعروف بسيد الشيخ صاحب المنظومة المشهورة بليقوتة جاء إلى هذه المنطقة أول مأسس الزاوية ثم بعد الزاوية الشيخ يعني المهم والأهم هو هذا المسجد الأثري كان الشيخ على نهج أجداده في الزهد والإشتغال بما ينفع الناس والاستعداد ليوم الرحيل واتخذ هذا المسجد ليقول للناس مهما طال البقاء فوق الأرض سيأتي يوم الرجوع إلى باطنها بهذا نصل إلى ختام نشر نمر الآن لتذكير بالعنمين رئيس الدولة سيد عبدالقادر بن صالح في خطاب للأمة يجدد دعوته لاختيار سبيل الحوار والتشاور لرسم معالم طريق المصار التوافقية ويؤكد ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في آجال المقبولة في الجمعة السادسة عشرة المسيرة السلمية تتواصل في عدد من ولايات الوطن للمطالبة بتعميق الإصلاحات ومكافحة الفساد كما تابعنا وعشية نهائي كأس الجزائر الأنظار تتجه سوب ملعب مصطفى تشكار في لقاء حاسم بين شباب الوزداد وشبيبات بيشايا لتواصل معنا عناموننا الإلكترونية تبقى دوما في الخدمة شكرا لكم فامانيلا اشتركوا في القناة